موسيقى شغل الأرباسك ده عايز فن صبر وتركيز وصنايعي قديم وأنا لازم أقول وأتكلم عن شغل الأرباسك لأنه عظيم وده عم طالعة طول اليوم في الورشة ما بين خرط وتقطيع ده تراس محتاج إننا نحيي نرجع ننتج ونعيد تصنيع فيه فنون بتعبر عن ناسها والناس شغالة بإحساسها من غير الناس دي الصنعة بوس وتاريخها ده كله في لحظة يديه موسيقى زيك يا عم طالعة انت عاملية ورشتك جميلة عم طالعة انت أجمل كلها فن كده في الشارع لا انت عطاهم رتفائي حاجة انت جيت المنطقة دي امت يا عم طالعة 92 92 جيت من بابة اه قبل كده كنت فين باب الشعرية وضرب الأحمر جمالية اه تربط في باب الشعرية اللي هي بقى أصول ورش اللي بيسموه الأرابسك ده اشتغلنا فيها سنين يعني بس انت اما بتهمبش ايام الانترياض العربي والشغل الفخم ده انت ما بتسميوش ما بتسميوش أرابسك زي الاسم اللي متعارف عليه اسمه ايه اسمه الخارط العربي الخارط العربي اه او خارط المشربية مشربية ليه اه لان ده ظهر في العهد فاطيمي لما كان كل بيوتهم كان بيزينوها بالمشربية اه ده شوفنا سي زينا هي كمان تفتح وتقفل الشبابيك يعني ايوه كان الشبابيك قبل الشيش والإزياد والكلام ده صح كان الشغل الصحي التهوية الناس تبص على اللي تحت اللي فوق تحت ما يشوفهاش كده شروعات تفتح وتقفل المشربيات اللي هي اللي احنا ما نشوفها في البيوت الأسرية حالانان ايوه جميلة جدا جدا يعني هو ده الهواك من الأول انا دخلت ورشة كانت فيها حقالي أكتر من خمسة خارطين اعيني في الورشة مع الصناعية بشوف ده بعمليه وده غير بعد ما يمشوا الصناعية كنت طفع المكنة هبدأ اركب الحتة وابدا ادور كانت بتبقى مرحلة أولى بالنسبة لأي حد بيشتغل في الخارطة العرب ماخفتش من المكنة عم طلعت وانت صغير والمكنة بتركب فيها كده وبتلف في كده كان الوسطة بتاعي قولي خليك حريص لكن إنت اللي سأل المكنة مش المكنة اللي السأل مصبوط إنت اللي سأل العدة أو مسك العدة مش عدة لماسكيك إنت اللي بتشكل بيدك مش عدة اللي بتشكل واسطواتك دماغك عينيك بتركيزك المعنى دي تركيز وعصاف الشغل العربي بالذات او الخارط العربي تركيز وعصاف لين نبص الحتة صغيرة ازاي تركيز هنا هنا يعني ده بيشغل دي ودي بتشغل� ايدك ماذا يسمونهم؟ معي رائد، معي بنتي الكبيرة، إيمان، معي رائد، معي إبراهيم، معي فارس ما شاء الله، الله أكبر، وإيمان اتعلمته كبيرة، واتجوزت كبير واتجوزت، والصبيان علمت الكبار، نعم؟ علمت الكبار كلهم، حتى فارس أظهر واحد، يعني هو بيتعلم، ونفس الوقت بيلعب رياضة، وفي نفس الوقت معي فلور كيف تعرفت عم طلعت تسرس بالعيال كده أنهم يحبوا المهنة؟ بالذات في سن المراهقة؟ أولاً، أولاً، أنا كنت مصاحبهم أولاً، ماشي، حلوة أولاً ومعي والدتهم، معي بتحببهم في المهنة، ليه؟ جميل، لأن دي هي المصدر، يعني ممكنش أقول للواحدي، طبعاً ولكن مصدر من مصادر رزقنا، طبعاً فلازم نهتم بيه عشان نعرف طبعاً هي مربي عيالها من الصنع دي؟ فبقدر الإمكان لنا، يعني لازم تكون هادي مع ابنك، وما تشدش عليه قوي، ما تشدش عليه، ولو عايز تحبب الصنع، طبعاً طبعاً عليك يوطع القيرة، يا كديش ماني مين، لو أنت حابب أن هو عايز ذاهب منك، حاول معاه مرة واثنين وثلاثة مزهقة تشمل مناهدة، يعني؟ لا، 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 ولكن لسنة 14 سنة، المناهدة فيه كثيراً النهاردة ابني 28 سنة، مثلاً، ولتحت منه في الجيش خدمة طانية، فاضله آخر أجازة لي دي، عشان يرجع الورشة تانية رائد بقى 28، ده بقى قصة خلاص؟ قصة من زمان، هو مكاني عم طلعت، انت الورشة اللي احنا قصدها دي، دي ورشة للخراطة؟ دي للخرطة عندك ورشة تانية مثلاً بتعمل فيها انجارة أو بتجمع؟ عندي الناحة تانية، دي بنجمع فيها الشغل، برواز مشربية، اللي هو بقى لما العوارد الخشبية اللي الشغل ده بيعشق فيها، البرواز البرواز، اه، او الباكتة بنقول عليه باكتة، دي بتتعمل في حتة تانية دي احنا عندنا هنا جوه، مكان مخصص لتجميع ولم الشغل اللي جارة زمانية لكن هنا المخرطة، هنا مخرطة بس، جميل لأنه مخصص عشان ملغبطش كله عليكم اللي هو الفن بقى؟ اه، هنا بقى اللين دي انا، هنا العاشق والمعشوق هنا العاشق والمعشوق، هنا جوه عم طلعت اينفعت خدني اتفرجني مثلاً حاجة زي كده بتتعمل ازاي؟ طبعا وبعد كده نبقى نندح برضو رائد يورينا بقى هو اين زاموا على المخرطة طبعا الخرط العربي، او الارباسك، واحد من الفنون الأصيلة اللي تميزت بيها الحضارة العربية الإسلامية بيرجع أصلها لأكتر من ألف سنة وبيعتبر الارباسك فن وصناع في نفس الوقت وده لأنه بيعتمد على زوء الفنان الفطري من خلال اختيار أشكال هندسية متكررة بيتم تصميمها على الخشب سواء صندل أو زان أو أنواع تاني من قبل ما يتم تثبيته على المخرطة وطبع التصميم على الخشب ثم عملية الحف أو التشكيل لحد الدهان وعشان كده بيحول فنان الأرباسك أي قطعة خشبية للوحة هندسية بديعة دي بقى مكنة الخرطة الرئيسية بتاعتك يا عم طلعتها؟ دي مكنة ده ما بعد طبعا احنا اشتغلنا هذا وكتير كنا بنشتغل بالإيد والرجل بالمبرى دول لا أما بقى قاعدة زي دي ما كانتش برجلين تحطة على الأرض وكنا نوعد على كرسي زي كرسي حمام ووطي وإيد دي تلف بكارة حاجة اسمها بكارة تعمل عملية دورة زي دي يعني؟ اه تخلي ده يعدي يلف مكانش في مطور كهرباء مطور؟ زي مكانة السنجر زمان يعني؟ زي السنجر كده بالإيد والرجل وإحنا كنا بنشتغل رجل الشمال صباعين دول يمسكوا الأزميل أو منقار ومعاهم إيدي وإيدك تلف يعني الرجل جزء والإيد جزء كنا نشغل ده يعني؟ زي اللي في وصف مصري ده فيه سكتش كده اللي بتوع الماشربيات في وصف مصري ماسكوا بقديهم ورجليهم؟ هو ده دي اسمها المكانة موقوس المكانة موقوس ده اسمها الأصلي ودي بقى التحديث بتاعها؟ ودي بقى بعد كده طلعت المكانة مبكرة يعني كان اللي يعملوا البكرة كده في السقف وليها سير كبير زى بتاعت الطحونة كده عشان تدي سرعات بطيئة طيب أنا عايزك تشغالي بقى المكنة أشوف إيه موضوع بطيئة بطيئة وأنا هكمل زيت سوف نعمل لك واحدة ثانية القرى لادم تبقى أكورة البصوم بصوم والشرارة شرارة كل حاجة لانتو بقى المنطقة وقف كده المكنة يا عم ترى ثواني بقى اشرح لي بعد بات انت الآلة دي اسمها ايه؟ دي حاجة اسمها لينيا من ثلاثة ميلي لأربعة ميلي ماشي اللينيا دي بقى انت اللي بتتحكم فيها لو المدوى المستدير مستدير لا دي بتجيب الحاجات العدلة او الحاجات المزنوقة شوية والمستدير حاجة تانية؟ ده بلف بيه ده حاجة اسمها منقر صلب احنا باللغة سلمانة بنو عليه منقر ماشي والله اسمه باللغة العلمية اسمه ألم صلب ألم ستة ميلي المنقر ده اللي بيحلي الدايرة دي بقى بجيب بيه الدوائر دي وانا يعني هوريكي واحدة تانية دلوقتي من الأول للأخر واللينيا اللي بتحز بيها كده ودي يعني ده الحرف السن ده بطلع بيه الشرارة دي ماهنا بقى المهنا بقى يبص ايديك ايوه يا صعبة ايادة وي قوي ايديك هاي اللي بتشتغل مجرد دي مساعدة للدوارة بس بقى دي بتلف بس بتلف بس لكن انت اللي بتعمل كل حاجة اه ما هي كده ماشي فطبعا انا اركب واحدة تانية يالله انا معجبة ايو بشخصيتك يا عم طالعا الله بركة فتح اللهه عليك استمد المنقار المنقار ده تفيت تملي يدخل المنقار صنع جميلة عم طالعك صنع بديعة ابدأ ألف بساعدة لا يعني بتوع زمان دول فعلا اصطوات دردين قوي عشان يعملوا كلام ده بدون عامل مساعد بدون اي كلام يعني انا دلواتي معايا مكنة اهي بالكهربة بس تاعد واقف كا اتفي المكنة بايا عم طالعا اتفي بايا المكنة تاعد واقف كده على حلق كده طول وقت لا انا ممكن احط كرس وعود اشتغل العينات الخراطة دي بقى ديها اشكال واصناف يعني ده اسمه ايه مثلا ده اسمه بلغة المهنة اسمه صليب فاضي صليب فاضي يعني الصليب اللي هي الحتة الاساسية دي صح؟ طبعا ليه هقولك صليب فاضي قول لو احنا قفلنا الجزء ده كده زي ده كده ايوه لو احنا عطينا ده كده اهو هيقولك صليب مليان احنا قفلته بالجزئين دول اه فهمتك فممكن الفاضي يبقى شكل مع المليان اه اه انا كده عملته شكلين استفدتي بيه بشكلين ان انا عمله مليان صليب فاضي حاجة مقفولة ايه هو حرف فيه احنا هو حرف فيه لكن انا بلغة المهنة بقول عليه صليب مليان مثلا وطب وديم دورة وديم بططة موه ده برضو ده في ايد انا لان انا اللي بصمم وان اللي بكتب وان اللي بدي براجل وان اللي بقصط اهم حاجة في المينة التقسيط انه يبقى الددائي بالملي لقى ناص ملي ولا زين لو ضرب لو ده زيادة ملي يفتح معك في المقاس لا يفتح في المقاس كده طب وده ايه مثلا ده زي ده صليب فاضي بس صغير ده حاجة اسمها اه بلغة الصنع ايوه اول مينة نقول عليه سبعات تمانيات لو انت بسيت عليه كده تتليه تمانية سبعة اهو طب ونبي ده يفرق ايه عندما ده سبعات تمانية لا يفرق يفرق لو احنا بصنا للجزء ده من هنا لحد هنا ايوه هتلاقي الشكل مختلف بص هنا فوق عامل ازاي ايوه عدل وهنا عامل ازاي ايوه بص تحت بقى بص عامل ازاي نجمة نحية وناحية نحية وناحية لو العكس بقى العكس بص هنا مفتوح اهو هنا مقفول هتلاقي النجمة اهو لو بصت تحت هتلاقي مفتوح انت التعليم في دمك يديك العكس بقى واحد مليان واحد فاضي واحد مليان واحد فاضي بتشوف الفراغ وتشوف البيم للفراغ اهو هبص دي ايوه بص هنا مفتوحة صح فاضي اهو ده مليان اهو صح طب والرفاية عديل جميلة دي ايه دي دي حتة عديزة عليها شوية ليه بقى حتة كنيسة 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 خمسة صمتي تخانة ثمانية ملي هي الديزاينز اللي بتبقى في الكنسة مختلفة عن الديزاينز بتاعت الاسلامية طبعا فيه منه كناسة تخنات واطوال وعراق زي ما انت عايزت وفيه منه باية باثنين تلاتة يعني حلو رفاية طويل ده دقيق دقيق وفيه شغل لان انت لو بصت على الجزء اللي تحت ده دول دقيق تلات حتة مش حتة واحدة حتة الأنبوعة دي جاية كده وفاية حتة نصين ونصين ونصين تفاصيل 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 يعني طالعة لو جبت دلوقتي رايدة اتكلم معاه هلا ايه فاهم الدنيا كده زي حالتك طبعا رايد ايه اللي بيحصل بقى في الورشة دي الخارط بتخرب بره بيجي هنا يتلم وحسب ما انا عايزين نوظفه موظف مشربية بس انت بتو عارف من الاول انت بتخرط وانت هتعمل ايه اه عارف مقاسه صح؟ عارف مقاساته مقاساته خرط اه انت ممكن يبقى معاك خارط عشرين خارط خمستاشر خارط تمانية خارط خمسة خارط سابعة كل ما تتزينه تخرط وبعدين تتجمعه وبعدين تتجمعه طيب انت الوقت هتجمع ايه ده هنا اهو ده صليف فاضي هم بقى صليف فاضي ايه انا بشي تفهمه كده عمو اتطلعت شرحين بنشوف الطول بتاعنا اللي احنا عايزين مستيان هنه هوا نه دي مسلا عشر سنتي اي عشرين سنتي خمستاشر سنتي احسد ما احنا عايزين كم واحنا انت لسه مجمع ديه اه لسه مجمعين هاتها كده قربها لنا فانت مجمع ده فانت حطيت المفردات اللي معاك دي ايه نقصة واحدة هم نه بقى ايه هم طب ومين يعمل بقى الباكتات دي دي الباكتات دي احنا بنجهزها هم وبنقض نقطع بقى المقسات اللي احنا عايزينها حسب الطول يعني انتو اللي بتعملوها بردو مش نجار بزار اه لا لا مش نجار طب والمكانة دي بتعمل يا رؤ دي بنقطع بالعيدان دي نقطع خمسة واربعين ده الخمسة واربعين ده بيجي على بعض كده بتزوو يعني ده بتزوو ونقطع عدل بس القطرة بتيجي مستارة هم طب اسمع اسمع انا بقى منبهرة بالبتوع دول فعلا احكيلي احتية القطعة دي ليه عدة مخصوصة هم يعني دي ماشي اخروطها وعملها بقلب و هم هم انت عملت ايه عملنا عدة ليها عملت عدة مخصوص شن تعمل بتاعت سطارة هم طب انا عايز اعرف ايه كمان انا الموضوع ده مجناني دي كلها كانت نمازج ستاة ماشي دي حتة خشب واحدة حتة خشب واحدة ازاي كده بقده لها عدة مخصوص قولنا الحاجة اوم الاختراع مش عايز يقول ماشي الازميل بيختلف بشكل مختلف والضفره بتختلف بشكل مختلف لانت بتختاري حاجات ادوات تانية ادوات تانية عدة تانية بشكل مختلف تانية تساعد معايا ان انا طلع دي هم بس بس طبعا كانت تلع روحنا نفسك لنفسك ايه ونفسك اخوتك يتلعو ازي لأخوتي تلعو حسن مين لأحسن هم يتلعو ونفسك اللي روحك بي ايه لأختمامنا انا كتب انا زل فل أنا وصلت اللي أنا عايز انت برينس فعلاً أنا وصلت اللي أنا عايز والله العظيم برينس وموك والست والدتك دول بجد عارفوا يا ربي الله يكرمك يعني غير لهم صناعية مية مية هم بني أدمين كده بقى ردة ردة قوي لا لا ترم قوي يلا تعالى وديني بقى عم دقا بابا فنسلم عليه عارف يا عم طلعت إحنا ما بطلعت إحنا ما بطلعت إحنا نشتغل حكاوي الإهاوي أيها بتاعنا إحنا يعني مش بتاع أم يا الله رحمها واحنا بندور على ماما حبيبتنا آه طبعا طبعا كلنا نستنى ونفرج عليها طبعا كلنا من ساعة بقى ما بطلعت إحنا بندور على الناس اللي زيك يستطران والله العظيم اللي هو موجوب جدا اللي هو عنده صنعة تراثية أو غير تراثية بس طبعا لو تراثية بتبقى أحب على قلبي أكتر قل أنا بشتغل في الترميم الترميم المساجد 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 كنيس أديمة مساجد أديمة بيوت أثارية آه يعني كل ما يخص الأثر أو الشغل العربي أنا بشتغل مفيش موقع مكان في جمهورية مصر العربية مش شرق الغرب إلا محطت بصمة فيه في الترميم طيب علشان يبقى حصلت على زي ما شهدت الأيزو كده حصلت على خير محكاوي القهوي فنانة صارة زميلتنا بتعمل دايما بورتريهات لأبطال الحلقة طلعت يا عم طلعت إزاي يا صار الله جميل يا صار سلم إيدي تفضل يا عم طلعت شكراً يا صار تفضل يا عم طلعت إن شاء الله يكون عجبك إن شاء الله ده زي الفل وبعندي فنانة زميلة فنانة زميلة أنت تشتغل خراطة باية مرسي يا عم طلعت صباحك زي الفل شكراً جزيلاً تحتاهم تتمن بالدور وتفرق ناس وتجمع ناس من بعد الشوق شوف مهما تغيب اللقاء ده نصيب وقلوب الناس عاشق مع شوق العمر يفوت ولا حب يموت ولا حتى الدنيا تغيرنا راجعين راجعين وهنملى العين مع بعض نكمل مشورنا